عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديد اجتماعاً لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية بالإضافة للاستثمارات الواردة من الخارج وغيرها من المحددات